لا جديد في مفاوضات الملف النووي بين الدول الغربية وإيران سوى استمرار الأخيرة في خروقاتها لبنود الاتفاق الموقع عام 2015 آخر تلك الخروقات هو تعزيز إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب وعدم تقديم أي تفسير لزيادة التخصيب في مواقع سرية وفقا لما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سلوك يقوض بحسب الوكالة أنشطة مراقبة برامجها النووية بشكل كبير بعد عرقلتها فعليا ويبدو أن إيران لا تبالي بالمطالبات الدولية المتكررة بتقديم تفسيرات لوجود مواقع نووية سرية وأخرى غير معلن عنها رسميا في بنود الاتفاق إلا أن الواضح أن إيران باتت تمتلك مخزونا يتضمن 10 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% مخزون تقول إيران على لسان مسؤوليها إن إنتاج اليورانيوم المخصب منه يتم في إطار ما وصفته بحقوقها النووية ملقية اللوم على الأطراف الغربية ومتهمة إياها بعدم تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي بشأن رفع الحضر المفروض على طهران مسلسل الشد والجذب بين إيران والغرب بدأ منذ شهر نيسان الماضي حينما انطلقت المفاوضات النووية في مدينة فيينا بمشاركة غير مباشرة من الإدارة الأمريكية غير أنه بعد سبع جولات من المحادثات لم يتم التوصل لاتفاق يعيد إحياء الاتفاق الموقع عام 2015 بعدما توقفت المفاوضات في شهر تموز الماضي وسط أجواء تشي باستمرار الخلافات حول عدد من الملفات الجوهرية أبرزها برنامج الصواريخ الباليستية والدعم المباشر للميليشيات المسلحة المنتشرة في دول عربية والتعاون الخفي مع الصين الذي يشكل مصدر قلق للولايات المتحدة